اهتمام كبير بالحشد الضخم اللي كان موجود مبارح في استاد قناة السويس وتواجد لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان بين الألاف من الشباب والخرجين فمشهد الحقيقة عكس إن الدولة المصرية هي دولة شابة وطموحة ومشهد كمان كان فيه تشجيع ودعم للشباب اللي بيعتبروا على رأس أولويات الدولة المصرية خلينا نتكلم عن رسائل الرئيس السيسي خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر منرحب بضفنا اللي منوارنا ومشرفنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم من أصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع بنسعد بوجودك يا فنم أهلاً وسهلاً أهلاً بيكو صباح الخير صباحي نور على حضرتك خلينا نتكلم كده في البداية إزاي حضرتك شفت احتفالية يوم تفوق الجامعات كلها برمتح البارحة هو الحقيقة كان يوم مهم جداً لأنه كاشف على تجديد فكرة الشبابية الجمهورية وعلى الخطوات القادمة فيما تعلق بالتعليم والعلم البحث العلمي في سياق مهم يمكن كمان الرئيس عبد الفتح السيسي مبارح الحقيقة وقال إنه فعلاً إحنا قضينا الفترة اللي فاتت مرحلة انتقالية كانت صعبة كان فيه تحديات كتيرة كان فيه إرهاب فيه كمان بنية أساسية فيه صغارات كتيرة في التعليم في الصحة في غيره فكرة المبادرات ربما حلتها أصبح من المهم جداً التأسيس لفكرة التعليم والعلم هما أهساس أي تقدم وبالتالي ودي الحقيقة مش أول مرة الرئيس يتكلم عليها لأنه قبل كده أنا كان فيه في جامعة كفر الشيخ كان حديث على فكرة جامعات التكنولوجية وقامت ربط سوء العمل بالتعليم التعليم بسوء العمل ده مهم جداً دائماً الرئيس الحقيقة بيعتمي بهذا الأمر مش بس توسع في الجامعات التكنولوجية وكمان التخصصات الحديثة إنه النهاردة فيه خارجين كتير ما بيلاقوش شغل وفيه شغل كتير ووظائف كتير ما بيلاقيش خارجين ودي مشكلك يمكن تأسست بسبب فكرة مكتب التنسيق وده أنا اتعاملنا معاه وكتبنا فيه كتير أكتب التنسيق آه بيقدم عدلة شكلية لكن في الحقيقة أنه ما بيقدمش حل لمشكلة القدرات وإنه حتى ارتباط التعليم بالشغل صحيح في كل دول عالم ممكن ما يشتغلش بشغلته لكن على الأقل يكون لديه تأهيل حقيقي واللفتة في هذا الأمر الربط في هذه الطريقة يمكن قلت أنا في جامعة كفر الشيخ فكرة توسع في الجامعات التكنولوجية فكرة توسع في الجامعات الحديثة التخصصات العالم كله بالمناسبة وشيحنا بس مشغولين به ما فيش حواجز بين التخصصات العلمية وبعضها وإنه العلم ياخد دوره وإنه البحث العلمي هو الكفيل بحل أي مشكلات يعني تقدم العالم بيقوم على أبحاث صغيرة جدا بتتراكم بتحلم شكل العالم ومصر فيها الحقيقة تعليم العالي في مصر ويمكن ده كان مهم قوي مبارح فكرة أن الجامعات المصرية خدت مراكز متقدمة في الترتيب العالمي دائما كان فيه ناس بيروجوا فكرة الإحساس بالدونية بالرغم من أنه كل الخارجين المصريين احنا بنشكي من أن الخارجين بيسافروا فيه هجرة عقول فيه نزيف عقول مجرد معادلة بسيطة جدا بيلاقي نفسه في اللغة أو في غيره بيلاقي نفسه متمكن جدا وبيعملوا بينافس اللي برا بقى أنا عندي تعليم كويس في الطب نفس الشيء الأطباء المصريين أو غيره ده معناه إيه أن أنا عندي تعليم كويس بالرغم من كل الظروب لأن الخامة كويسة وده دايماً اللي الرئيس بتكلم عليه الرئيس أكد على فكرة أنه لازم بيبقى في حوارات مثلاً مجتمعية في فكرة لو أنا بعمل مشروعات تعليم جديدة عشان اللي إبقى المواطن أو وليه الأمر عارف رجليه فين وإديه فين وابنه ميبقى الآن عليه طبيعي وده الحقيقة كان فيه مشروع مهم جداً للتعليم ما زال موجود وهو مشروع دولة مع ذلك الناس كانت بتخاف لأنه ما كانش بيبقوا مدركين شوية لما يجري ودائماً بيبقى فيه جزء مهم فيه ما تعلق بالتعليم والبحث العلمي ممكن ما بقاش الناس فهمينه ومش حاجة جماهيرية يعني لكن الواضح في يوم التفاوق أولاً كاشف على مراحل كتيرة جداً قطعتها برغم من ظروف كتيرة وجيتها مصر اللي عندنا جماعات قوية عندنا شباب يفرح وبيسافر بره بيشرفنا بيدخل هنا النهاردة أبحاث وكده وكان فيه رمزيات كتيرة على الحقيقة مبارح ودائماً أنا بقول أن ده استمرار لسنوات ده جهد السنوات مش جهد مش السناء دي احنا بنبدأ جهد السنوات اللي بالرغم من تحديات كتيرة مثل الإرهاب أزمات اقتصادية بنية أساسية كانت بتتأس من ألو جديد طرق مواني غيره مين بيعمل ده؟ ما هم الشباب المصر عشان كده كان فيه رد اعتبار للخريج والشباب والجامعات المصرية اللي برغم كل الشيء زي ما أنا قلت كان فيه ناس طول وقت يخترعوا نوع من الترتيبات احنا مشكلة مش في الترتيبات المشكلة فيه ما يمكن أن يقدموا الخريج والشباب ويمكن الجين زد المسابقة المهمة اللي بتتعمل للباحثين حاجة مهمة جداً أنا عندي كابتان وعندي الدوم وعندي ده وجود الشركة المتحدة الحقيقة البحث عن المواهد مش هنستنى ما هي تظهر زمان في رأي الكورة كان فيها حاجة اسمها الكشفين النهارده بقى فيه الدولة والشركة المتحدة والدولة المصرية كلها بتعمل كشفين لكل شيء فالبحث العلمي كان احنا عدنا سنوات الحياة وعقود يمكن أهملنا التعليم كانت كلية العلوم مهملة أبحاث العلمية مهملة التخصصات العلمية مصار سخرية ومصار نحنا حتى في الدراما النهارده أعتقد أنه فيه أمل كبير جداً أنه يبقى فيه التعليم والعلم هو أساس التقدم في كل شيء وأظن أن ده القاعدة اللي بتنطلق بيها النهاردة الجمهورية الجديدة في مرحلة جديدة تم قبلها التأسيس لحاجات كتير أستاذ أكرم حيك أشرت في سياق قلامك لمجموعة من الرسائل اللي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح لكن الموضوع ما كانش متعلق بالتعليم الجامعي فقط كان فيه تركيز على التعليم قبل الجامعي شفنا محاضرة أو يعني الندوة بتتحدث عن كمان اللي حدث من تطور وكان فيه اعتراف الحقيقة بأن الميزانية المرصودة للتعليم محتاجين أكتر منها الجهود اللي حاك شايفها للدولة قامت بيها في مجال التعليم الأساسي على مدار السنوات الماضية كانت إيه أهم الركائز والجهود في إطار كمان ميزانية محدودة زي ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن رغم كده شفنا طفرة ده سؤال مهم جدا التعليم الأساسي هو أساس التعليم وعلى فكرة يعني أي تلبيس في الدنيا إذا احنا بنفتكر أن احنا كان فيه عندنا تأسيس لتعليم كويس فوقت ونحن استفدنا فاستفدنا في السنوات الأولى الست سنين من الأولانيين دول بيأسسوا التلميس لما بعد لحد الجامعة هم اللي بيتعلم اللغة بتعلم اللغة العربية اللغة الإنجليزية الحساب القرآن جداول الضرب الحاجات دي فالحقيقة أنه لو شفنا الدولة عملت إيه خلال الفترة الفاتحة فيه أكتر من نوع من المدارس طبعاً احنا عندنا فكرة أنه يبقى فيه مجلس أعلى للتعليم اللي استجاب فيها الرئيس للحوار الوطني دي مهمة جدا احنا عندنا أنواع متعددة من التعليم التنوع مهم لكن التعدد اللي هو نخرج تلميس ما يعرفوش بعض فكرة الهوية فكرة الوعي وفكرة أنه احنا عايشين في مكان وعي زمان كان فيه مرايل تيل نادية دي بتوحد الناس مع الكتب بشكل معين ما كانش فيه الأنواع المختلفة النهاردة عام وخاص وآهلي وانترناشنال وغيره الحقيقة فيه مثلاً فكرة المدارس اليابانية استفادة من تجارب من أفضل تجارب في تعاون مع دول زي كوريا في تعاون مع دول زي دول الأوروبا اللي هي بتقدم النماذج احنا لا ينقصنا نظام تعليمي كويس فالرئيس الحقيقة كان بتكلم على فكرة تأهيل المعلم ممكن فكرة الموازنة دي اه فيه 162 مليار حتى لو رفعناهم 200 احنا فيه 25 مليون تلميذ فكرة الأرقام دي على فكرة مهمة جداً ان احنا نبقى عارفين احنا بنزيد قد ايه من 84 ليه دلوقتي زدنا حوالي من 84 مليون من 2011 من 2014 من 84 مليون ل 105 مليون ضفل 9 مليون لاجئ في مصر العدد دي كلها عاوزة تعليم وعاوزة تأسيس حتى لو تريليون جنيه ممكن ما يبقاش كاف لكن الدولة هنا مش متوقفة ما هو مش انا مش بقول ده انه انا بعجز زيه فيه كثير من الناس اللي هتطقت سلبية انه لا انا مش هقدر لا انا هقدر وفيه طفرة كمان على المستوى المضمون على مستوى المليج طفرة على المستوى المضمون وعلى مستوى الحقيقة كمان مهم ان احنا نوصف التكنولوجيا فيه ناس اتصدمت كتير جداً في فترة حياة كريمة دي اساسها انها توصل الانترنت للريف القرية والتابع والعزبة وغيره ليه اما جبنا التابلت قالك لا الانترنت ضعيف فنحط دي قبل دي ولا دي مع دي كانت منبهة لده وفكرة حياة كريمة دي نقل انه يبقى التلميذ بيحصل على نفس التعليم الانترنت والاونلاين وغيره بيقدم ادوات تقدر تكون في السياق كويس فانه يبقى فيه كمان انه سندوق تاحة مصر شارك في مدارس متميزة وفيه جامعات تكنولوجية ده اكبر مشروع تاحة مصر اكبر مشروع اهلي لانه ده المصريين اللي بيمولوه وده فكرة احساس اي حد بانه بيدفع للسندوق ده وانه بيشوف مدارس وبيشوف مستشفيات بيشوف نتيجة ده جزء مهم قوي فالتعليم الاساسي في غاية الاهمية وهو اللي بينقل بعد كده المرحلة الاعدادية سوم السنواء بس هو يازل هو زي ما احنا بنقول العمارة دي فيها اساس الاساس ده اللي بنحطه هو اللي بيحدد العمارة دي هتطلع كم دور وهتعيش قدي ايه وهده يقدر تكون قادرة على انها تستمر كم سنة والشارع قدي ايه يعني الحاجات دي حاجات مهمة قوي في التعليم 160 مليار جنيه اتكلم عليهم سيادة الرئيس البارح وقال انهم مش كفاية مخصصين للتعليم ازاي نقدر ندعم التعليم اللي موجود من خلال الاستثمار في التعليم من خلال الشركات او القطاع الخاص المختلف مع الحفاظ على جودة التعليم وانه يكون قريب ومتحرج ده كلام مهم لانه خلينا نقول انه قضية التعليم هي القضية الرئاسية اللي تخصه كل المصريين حرسين يعلموا ولادهم وعندهم استعداد يضحوا وعندنا مفارقات في التعليم الحقيقي يعني ممكن المواطن يدفع عشر تلاف جنيه دروس خصية بس لو طلب منهم ان يدفع ربع المبلغ ده للتعليم العادي هيحصل اعتراضات وده بص جزء من حوال المجتمع المطلوب لانه ممكن احنا احنا نتكلم بصراحة الناس بتقول ده بينها وبين بعضيها وانه بدفع عشرين الف او تاتين الف او عشر تلاف طب انا لو قلت له هات خمس تلاف وزودنا المية وستين مليار لده ده مش معناه ان احنا انه المواطن بيصرف عالتعليم بس بالفعل انت عندك تعليم مواسي حتى التعليم اللي يقوله الفصل فيه خمسين بس المسرح اللي فيه دروس خصية بين با فيه تمنمين طب ازاي الخمسين مش فهمين والتمنمية فهمين دي محتاجة نقاش واسع والمجلس عالي التعليم يمكن يحل ده انه القطاع الخاص يبقى داخل التعليم برا اولا المجتمع الاهلي فيه حاجة زي زي التحالف الاهلي النهاردة التحالف الوطن العامل الاهلي ده ده بيقوم بدور في ده ممكن يقوم في مدارس وفي غير الدولة بتقيم طبعا كل دول العالم المجتمع الاهلي بيقوم فيها بدور مهم الشركات ازاي احنا بنتكلم عالتعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي الشركات الكبرى بتخصص جزء من موزناتها لدعم البحث العلمي البحث العلمي ده هو اللي بيرجع لي بعد كده مكاسب شفنا جامعات برا الحقيقة في لندن شفت جامعة فيها كل الشركات اللي عاملها في بريطانيا تقريبا الجامعة دي ما كانتش مشهورة قوي لكن بعد كده بقتل اشهر في التوظيف كل الشركات ده عاملين مراكز ابحاث بيمولوا ابحاث الطلبة واما انه يشتريها حتى الابحاث القانونية انه يكتبوا له العقود وكانه فبالتالي بياخدوا مشروعات تخرج الطلبة زي الحاجات اللي بتحصل عندنا دي ويدعموها او يشتروها زي ايه الملكية الفكرية فاحنا هنا ده دور مهم جدا ليه الشركات ورجال الاعمال كل الشركات الشركات اللي مشغل في عقارات مثلا ممكن تمول ابحاث ليه الطربة والبنى واختراعات جديدة في الطوب وفي الطرق وفي الطاقة الشمسية وده برضو هيرجعنا لدينا كمان مبادرات كتير الاسكان الاخضر وبنتكلم عن ان ادي ايه عندنا الاماكن المفتري في حيحصل فيها طاقة مبيرة بشكل البنى نفسه اترجعنا النقطة الرئيسية اللي كان الرئيس بتكلم فيها اللي هو ربط التعليم بسهول عنها انا النهاردة عندي كاب 27 مصر لعبت فيه دور مهم وقدمت تجربة عظيمة في انه صوت افريقيا ومصر والطاقة الخضراء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعد التدور المخلفات والطاقة الحيوية طب دي تخصصات نحتاجي كلها مترجمة في الجامعات المصرية انا لو كسبت ابحاث في الطاقة الشمسية خلايا الطاقة الشمسية او الاساسيات دي ممكن تبقى مرتفعة السعر عشان الانتاج اقل كل بانتاجي باكتر واقدر اوصل اراهن على شباب يعمل ابحاث ويطلع خلايا اصغر ممكن يبقى فيه دول بتحتك ده هتعلمه وهساهم فيه انتاج الطاقة الشمسية هيبقى مطلوب الوقود الحيوي احنا عندنا مخلفات زراعية كتير جدا بتتحرق كانت بتتحرق ممكن الدولة النهاردة فيه طرق ليه تتحرق وبتعمل صحاب السود دي ممكن تبقى ورق وممكن تبقى منتجات وممكن تبقى شنط وتبقى كده لانه العالم برضه بينصرف عن البلاستيك والحاجات اللي بتلوس البيئة ليه ما يبقاش فيه ابحاث للبيئة ليه ما يبقاش فيه كليات العلوم فيها جوز اقسام للبيئة والزراعة والتعامل مع هذه الامور العلم بحل مشكلات كتيرة ففكرة انه رايزو تكلم على الموازنات ونحن ممكن نقدم لكن الدولة مش متوقفة وكمان نقدر نستغل حتى الافكار البحث العلم افكار جديدة في التعليم نحن النهاردة فيه كورسات أونلايل للغة الإنجليزية وفيه الناس بتعلم لغة الإنجليزية ليه ما ندمكش دمعة ده بحيث انه التلفزيون بقدم دروس للطلبة الحلول ومناقشات لكن كل ده الحقيقة بيستدعي دايما الرئيس الكلم بصراحة ويطالب الناس انهم يسمعوا ده جزء مهم جدا من هنا نتكلم بصراحة زي ما نتكلم في تموين التعليم فيه 160 مليار وفيه موازين 160 مليار تانين في دروس خصية وفي غير فيها باطرة ما بيقدموش تعليم الحياة بيقدم تعليم للإجابة على الأسئلة يمكن تغيير نظام للتحانات ده يخليني أسأل حاكي أستاذ أكرم خاصة ما يتعلق بإعداد المعلم متهيئة وإزاي ده ممكن يتم كمان من خلال تطويع المناهج في الجماعات عشان تخرج معلم قادر يواكب السوق ومتطلبات العصر الحقيقة تدريب المعلمين يعني المعلم هو العملية التعليمية هي طالب ومعلم هو المدارس المبنى ممكن نوفر مباني كتير لكن فكرة تخريج المعلمين يمكن إحنا تربنا على أجيال من المعلمين كنا المعلم إما كان يمشي في الشارع كان الطالبة تختفل وكانش حد يجره يرفع عينه وفش المدرس أو يتكلم معه بشكل مش كويس وكان فيه مساواة شوية في اللبس وفي الأداء فالاحترام ده كان جزء مهم أهم من عملية التعليمية بس كمان المعلمين بتوعنا عندهم درجة كبيرة جدا من الثقافة والوعي لأنه لو نرجعنا للستينات والسبعينات وشكل المعلم ولبسه وكده يعني ناس أرستقراط يعني برغم أنهم ما كانوش مرتباتهم ضغمة لكن كان فيه الحالة دي كانت حالة بتنقل حالة التعليم والمعلم كان يهتم بصحة الطالب والنظر والموجه وغيره صحة الطالب وأنا شفت نزار كان يروحوا يزوروا الطالب لو مريض العلاقة دي علاقة الوعي تلاقيه بيعرف المدرس بيعرف لغة عربية كويس جدا وبيعرف القرآن وغيره بيعرف التاريخ بيعرف الأديان بيعرف العلوم مش معلم أنا والدي كان لغة عربية وكان بيعرف رياضيات كان بيعرف انجليزي كان بيعرف فرنساوي وكان يجيب لنا كتب ويدعمنا وهو اللي علمنا القراءة كان نتعلم الأم نفس الحكاية فالأسرة المصرية لديها رغبة في التعليم الوعي تكلمت في حاجة ممكن رئيس أشار إليا لنقال إنه الناس يقولوا إيه إحنا لين نقاهل ونرد لا إحنا لازم التأهيل فيما يتعلق بالثقافة فيما يتعلق بالوعي فيما يتعلق بالاختبارات مش بنتكلم في الشكل وكان فيه بعض الاعتدادات على طريقة إنه دول مش حالف الوزن وغيره لا الموضوع أكبر من كده موضوع إنه يبقى مؤهل تأهيل حقيقي إنه بيدرس مادة بس عنده ثقافة عامة يعرف أنه يجرف العالم ويواكب المتطلبات لأن الطالب نفسه بقى عنده قدر أسر على تحصيل المعلومة من أماكن تانية وقادر يواكب التطورات المعلم لسه مش قادر يعمل دفئ أهلينا كانوا بيعتبروا المعلم ده رسول يعني كده المعلم من يكون رسولا وده كلام كان حقيقي وأهلينا أنا والدي كان كده وكان بيحس إنه بيقوم برسالة حقيقية وبيمارس هذا الأمر منه هو معلم لحد ما وصل كل ده إحنا تعلمناه من أساتذتنا اللي إحنا كنا ما زلنا بنحترمهم ونعذرهم اللي موجود منهم ولي توفي الناس بتحترمهم فده فكرة إنه يبقى عنده وعي وعنده إدراكلي اللي بيجرى في العالم وعنده إدراكلي ده ويمكن النهاردة فيه أدوات نشر كتير ومنصات كتير بس للأسف محتاجة هي نفس التناقضات اللي موجودة ممكن يبقى فيها الناس بتصهر بشكل كبير تشوف حاجات خفيفة أو حاجات هايفة أو النميمة أو الحنايات بتصرف الناس حتى في السياسة النهاردة تتكلم بضحالة وفيه حاجات سطحية جدا وعدم إدراكلي اللي بيحصل تحديات العالم وتحديات البلد ده جزء مهم المعلم دوره مهم ماديا ومعنويا وثقافيا الثقافة دور مهم جدا أهم الجزء الموازي للتعليم إحنا كنا مكتبة المدرسة أو غيره ده جزء مهم وعشان كده في حقيقة كان فيه كلام مبارح مهم قوي في يوم التفوق والربط بين وزارة الثقافة ومشروعات إنه يبقى فيه سينما ويبقى فيه دراما ويبقى فيه مكتبات ويبقى فيه مكتبات إلكترونية ويبقى فيه تطبيقات مهمة واللي بتقدمه الشركة المتحدة فيه متعلق بالوعي وفيه متعلق بالربط ده ومسابقة زي البحث العلم ده كله جزء مهم قوي لأنه إحنا المكتبة كانت بتلعب دور مهم زي التعليم بالزبط ويمكن أكتر لأنه اللي أنا بتعلمه القصص الحكم الأشعار هي اللي بتأسس اللغة وبتحببنا إحنا زمان كان حتى في التلفزيون برامج عالم الحيوان برامج عالم البحار برامج علمية ده كاترة الجامعة بيتكلموا على أبحاث وغيره كنا بنحب إن إحنا ندخل في أنا عاوز أبقى زي فلان أو فلان ففكرة المثل الأعلى ده ده جزء مهم قوي زي ما إحنا بنعمل نكتشف المواف في الرياضة نكتشفها في التعليم نكتشفها في البحث العلم العلم تظلم كتير على مدى عقود وأصبح الناس النهاردة في كلية العلوم وفي تخصصات مختلفة هالي بتحلم شكل العالم كله وبتفتح الباب لإنه الجامعة دي المدرسة والجامعة الجزء المهم جدا الذي يغير المجتمع يعني المدرسة دي أنشطة التلامزة في التطوع ويخرج وكنا بنخرج زمان ونروح نقوم بدور بأيام كده مفتوحة في التطوع أو ننظف الشوارع أو غيره ده بيدي مسؤولي الجامعة يبقى حلها أنها بتشوف في الهندسة في العلم بتحل مشكلات كتيرة في المجتمع يمكن ده اللي شفناه مؤخراً وتم الانتباه لي قعدنا لسنوات التصنيف الجامعي متراجع وده ما اعتقدش أنه كان أبداً بسبب تراجع الأداء في الجامعات ولكن بسبب أن احنا ما كناش عارفين إزاي نقدر نحط الجامعات في مكانها واحد من أكتر الأسباب اللي بتقدر تتحكم في التصنيف الجامعي الأبحاث والنشر بتاع الأبحاث والتوثيق والاشتراك أو الاستشهاد بالأبحاث المنشورة ما كانش عندنا أبداً الثقافة دي وكانت مجرد أبحاث الترقية بتتم علشان الواحد يترقى وتتحطى على الرف وخلاص ربط البحث العلمي بالمشكلات الحياتية والاهتمام بالتوثيق والاهتمام بالنشر الدولي أعتقد هو اللي خلانا نتقدم وما زلنا نتقدم في تصنيف الجامعات المصرية النقطة دي مهمة بارده صراحة العرض اللي عمله دكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة الحقيقة مبارح وجامعات طنطة وأسادس الجامعة والمجسع على الجامعات كان مهمة أوثل النقطة دي إنه إحنا كل العلماء بتوعنا بما فيهم الدكتور زويل اللي خد نوبل أو الدكتور البازي اللي موجود بره أو أسادس كتير في معامل وفي اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا أسادس كبارج كلهم تعلموا تعليم مدني مصري يعني تعليم حكومي نعم الدكتور زويل حكى ده جامعة اسكندرية فإحنا بنتكلم على إنه الكلام ده كلام مهم كان حصل كمان الحقيقة شغل عكسي اللي هو الطاقة السلبية بقى والإحساس بالدنيا أنه لا الجامعات بتتراجع وفي ترتيب الدولي مع أن الترتيبات دي زي ما أنت أشارتي لها شروط عدد من جامعات وعدد من كليات إحنا متبعين كويس وده اللي كان مؤخرنا في الترتيب لكن إحنا رجعنا تقدمنا من جديد عندما التفت نظار أو خدنا بلما خدوا حية الاعتماد الداخلية للجامعات والكليات الداخلية ثم الاعتماد الدولي في كلية كلية الألام القاهرة خدت جمل القاهرة في كلية كتيرة كما اللي بتقوليه ده كلام مهم جدا فكرة أنه يبقى فيه نشر علمي في المجلات ومساعدة اللي بينشر أكتر وزي ما بتقولي اللي هو فكرة ما يبقاش بحث علمي أنا باخد شهادة بحطها على الحيط وأمشي بيها أو أتباهى بيه وأنه ده النقطة وده سائد فيه حتى جامعات بره بتدي الحاجات دي كده لكن الحقيقة أنه التشجيع المهارات والكفاءات أن الجبعات البصرية خدت حيز كويس في النشر العلمي في الأبحاث فيه النهاردة تخصصات على فكرة ما كانتش موجودة في كتير يعني في عصرنا في وقتنا ما كانت تخصصات في كلات العلوم النهاردة والعندسة وغيره أصبح متخصصة جدا الأرضة الطرق الخشب التدوير المخلفات الطاقة الحيوية تصنيع إنتاج كهرباء أو إنتاج طاقة حيوية كل دي بقيت حاجات بتقوم على العلم وعلى العلم وعلى الأبحاث العلمية دايما البحث النظري في كليات العلوم وغيره يقولوا أنه البحث النظري ده مالوش قيمة بسوال أساس اللي صنع القنبلة النووية هم أبحاث الفيزياء اللي بيصنع الأصباغ والكل ما يجري في العالم هم الفطريات والخمائر والأكل والشرب والألوان الصناعية والطعوم وكل ده ده بيعملوا علماء الفطريات في كلية الزراعة أو كلية العلوم الألوان والحاجات دي الكيميا فإحنا بنتكلم على أنه زي ما أنت أشارت فكرة أنه الجامعات تقدمت تقدمت بجهد الحقيقة بجهد وبرغبة حقيقية من الدولة المصرية ودعم حقيقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة لازل لا يتوانى عن أنه بالفعل وده مش كلام مجاملة لأنه أي مبادرة بمقنعة بيتم دعمها فوراً زي مبادرة المدارس أنه تحيا مصر اللي هو الصندوق اللي بيقوله المصريين ده رمز تحيا مصر ده رمز الحاجات كتيرة بعد 30 يونيو والدولة المصرية رمز أنه فيه ناس لحد الآن بيقول برسالة أو بيبعث فكرة أنه بساهم في بناء البلد دي ده حاجة مهمة ففيها إحساس اجتماعي كمان وفكرة أنه تأكيدوا على فكرة الحوارات المجتمعية إحنا ما بنتكلم على زدوجية تمويل التعليم دي إن أنا بدفع عشرات الألاف بره المؤسسة بس جوه ما بدفعش مش بقولك إن أنا زود بس بالحقيقة إن أنا ما بقى النهاردة عندي 25 مليون تلميز أنا محتاج مليارات كتيرة وبنشوف بره آه الدول بتنفق بس الدول نموها السكاني متناسب إحنا في دولة عربية كانت معنا عادة سكانها سابت 11 مليون 11.5 مليون إحنا خلال 14 سنة رقم كبير 25 مليون أو ما يقرب من ده فده برضو خطر إنه إنه لازم يبقى نفتح ودائماً الرئيس نفتح الباب لمناقشات المجلس الأعلى التعليم مهم التوعية بالتنظيم الأسرة وبإنه النهاردة اللي بينجب أطفال لازم يعلمهم كويس وإنه مش بقول إن أنا هوقف إنه علم يمكن الرئيس نبه اللي ده أعلن هو مش معندوش زم لكن الحقيقة إنه كل القضايا دي مرتبطة بالتعليم وبالوعي اللي بتعلم كويس هيعلم ولاده كويس بصريين أكتر ناس بيحبوا بيحرصوا على تعليم ولادهم بيقطع من قوته في الدروس خصية يعني مع إنها مظاهرة سلبية لكن دي تفع ألاف ممكن ما يبقاش معاه غيرهم ويعمل جمعيات عشان يعلم على اختلاف مستوى التعليم إذا إحنا الدولة دي أو المؤسسات الأهلية بتعمل جمعية كبيرة جدا إن شام مصري وحاجات زي تحيا مصر أو غيره لتمويل التعليم مع الدولة والدولة والحكومة عليها دور مهم جدا وإن إحنا ندمج الأونلاين مع الإنترنت مع كل ده في طرق جديدة هل المجلس الأعلى هل الحوار الوطني المهم اللي حصل ده هل إحنا يستحق التعليم المصري بيكون في حوار مجتمع طول الوقت وإن إحنا نتعامل مع ده بشجاعة نتعامل مع مكتب التنسيق بيقدم عدلة شكلي لكن لا يفيد التلاميذ اللي يتخربوا بيعودوا جنب أهليهم بس كمان طب فيه امتحانات قدرات طب ما يزال هو الضمانة الوحيدة للمساواة يعني بيساوي بين حسب المجموع طريقة عمياء في التعامل وده برضو ما في النقطة دي أستاذ أكرم الخاصة بالمجميع لكن محتاجين مدعب بقى زي برة اجتماء يعني امتحان قدرات لو يدخل علم يدخل علم الطريقة معنا لو يدخل أدبي ولازم الأدبي والعلم يبقوا مع بعض حتى العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية مهمة جدا مع العلوم مدعي اللي عايزة أحاك عليه لأن الرئيس كمان أكد أنه مش لازم الطالب يكتفي بأنه أربع سنين وهياخد شهادة وخلاص لكن إزاي يقدر يطور قدراته علشان تواكب بسوء العمل حتى لو هو ما دخلش الكلية اللي هو يتمنىها أو المجموع في السنوية العامة خلاه يدخل في السياق معين ما كانش هو اللي بيطمح ليه إزاي ممكن ده يحصل من الطالب وكمان يكون فيه تعاون ودعم من الدولة المهارات أحيانا تكون أحمة من التعليم وفي نقطة مهمة جدا أجارتها في ده هنفتكر الدولة في فترة من الفترات منذ الستينات إحنا عارفين إنه الدكتور طاحسين هو اللي دعا الفكرة إنه التعليم كان ماء هو الهوات وكان التعليم الابتدائي وبعد كده جي الرئيس جمال عبد النصر العمل السنوي ثم الجامعة بس الحقيقة إحنا كنا منتكلف خمسة وعشرين مليون تمانع وعشرين مليون تلاتين مليون النهاردة إحنا ماء وخمسة مليون في تزايد كبير يبقى أنا لازم أربط داب ده ونترح الدولة كانت مسؤولة عن تعليم الناس وتوظيفهم وده عمل ده كان عيوبه عمل بطلة مقنعة وناس وظيف بلا وظيفة وبيروقراطية وقدت لمشكلات أمراض كثيرة جدا دولاب الدولة المصرية النهاردة بيعاني من ترقومات والدولة ما تقدرش تماشي الناس دايماً رئيس لو أنا هعمل بجد الناس دي ملهاش فايدة وبتعطل ما ولي بعطل ده مني يعني إقداري وقريبي وصحبي وبالتالي برة اللي بنلاقي الطالب بيشتغل عشان يمول لو هو أبو غني بيروح يدخلوا جامعة في أمريكا وفي غير لو هو مش كده بيشتغل وبالمناسبة ممكن يتخرج في تخصص معاني وشتغل في حاجة تاني فالفكرة هنا هذا النقاش كان فيه كلاب قبل كده أنه السنوية العامة دي بلاها صلاحية خمس أو ست سنين أنا أطلع وأشتغل وأخذ مهارات معينة في شغلانا ثم أعمل في ده محمولة لحظة النهاردة احنا فيه تطور علمي لكن التعليم الفني مثلا أهمل مهمة جدا لبعض الشركات بيجبوها من برد لأنها مش موجودة لحم تحت الماء مش عارف الصنع الخراط الكهربائي الكهرباء وده مش عين يعني إحنا كنا منشوف زمان هذا الرجل المهنة دي لا أحترامها وممكن يبقى طالب بالمناسبة ومشتغل وأنا ليه ناس أصدقاء وزملاء وكتير وكلنا كنا بتشتغل وإحنا الطلبة عشان نقدر نتابع حياتنا فالتعليم الفني ده مهم زي التعليم العالي والتعليم الفني يقدر يكمل بعد كده يعني أنا القصد إيه هو فكرة أنه أنه لازم بمقايا مؤهل عالي طب إحنا عندنا عدد ضخم الموالات العالية مش مفيدة وما بيشتغلش لا شغلته ولا شغلة غيره ولا بيلا شغلة أساسة طب إيه المنى أنه يتم التوظيفه زي ما أنت كنت بتقول المهارات أردى فيه كورس مش عارف إيه من نعمل إيه حتى في أوروبا أما حصلت الأزمات البريكس في بريطانيا وكده ربات البيوت كان فيه شركات بتعمل كورسات لتصليح السباكة والكهرباء يعني يعني فكرة أنه يبقى فيه الإتقان والصنعة ويبقى فيه الميكانيكا النهاردة فيه صناعة سيارات كهربائية وفيه صناعة سيارات في قطع غيار وفي غير كل ده مرتبط بالتعليم أنه يبقى عندك المعين اللي أنت بتاخدي منه طول الوقت مش حد يختلف على أنه التعليم هو الأساس بس نعمله إزاي ونعمله حسب إمكانات إيه أنا معايا عشر قروش وأنا محتاج مئة قرش هوفر التسعين دول إزاي إذا أنا إما بطريقة أهلية إما بطرق دمج للطرق المختلفة إلا المجلس الأعلى طرق أهلية المصريين لن يتوانوا أبدا عن تدعيمنا بس مش مش بنقول إيه الدولة بتتوقف لا الدولة متتوقف بس أنت النهاردة محتاج رقم ضخم محتاج حاجة كبيرة أنت في ناس قادرين يقول أنا ممكن أبيع بيتي أو عربيتي واروح أبعت إيدي يتعلم طب إحنا هذا المنطق عاوزين نسيده بوعية حقيقة وانقاش حقيقة الناس أحيانا بتخجل أو تتكسف أو تخاف تتردد إنها تقول إنه مكتب التنسيق ده محتاج عادة نظر مش عايز ألغي مكتب التنسيق ويقول لك السيد خل فيه صح طب أنا عاوز تكافؤ فرص مع مكتب التنسيق مع القدرات مع إنه الطالب اللي بيروح النهاردة كليات القمة دي معديتش كليات قمة ممكن يتخرج ويععد ويستنى التكليف أو ياخد فلوس هل المصطلح ده أصلا لم تنتهي فترة صلاحيته مش موجود معظم يعني معلش أنا مش بضرب أمثلة بناس فيه نعايز بتعمل فلوس كتيرة جدا وبزنس مان مش بتعلمين يعني أكبر الميرليار درات في مصر من بيل جيتس اللي غيره كلهم ما كانوش مكلمين ده مش معناه نو ما يكملش عليهم لأصد إنه وفيه ناس تجار كتير جدا في مصر وإحنا شفنا حتى التمثليات لأنا عايش في دي الباب أباهم ما طلقوش تعليم وكان عندهم موهبة السلم الأمية لا يتعني الجهل يعني إحنا شفنا أجداد وأهل وفلاحين ما قلوا تحتلهم مش الفرصة كانوا أزكياء ولديهم نفس وبيقروا وبيسمعوا إذاعة وبيشوفوا فإحنا الفكرة هنا إيه طب إحنا شبه قاضينا على الأمية فإحنا المفروض وابعينا عفضل أنا قصدي إنه الناس دول زمان هم اللي كانوا بيعلموا أبنائهم ويحرصوا عليهم وهم ما قروش بما يعني إن الأمية لا تعني الجهل بمعنى ذلك إنه الوعي ده لو أنا الوعي نفس بتاع أجدادنا وأهلنا ده مع تعليم حقيقي هيكون يودينا لفوق فالفكرة إنه رابط التعليم رابط التعليم بالتوظيف وفكرة إنه يبقى فيه نقاش عام ويبقى فيه تفاصيل مختلفة أعتقد إنه ده ده كلام مهم إنه إذا كانوا الأميين دول علموا ولادهم فما بالنحنا وكان عندهم وعي بالمناسبة وكانوا بيتكلموا آه ما كانش فيه وعي بالأسرة كان العدد قليل لكن هنتكلم السبعينات برضو تنظيم الأسرة نهارده فأي حد عائل طبق وسطى أو غيره عارف إنه هو ما يخلف عائلين أو تلاتة بالكتير وتلاتة ده بيبقى كتير إنه ده مبلغ ضع إذا أنت عاوز تعلمه كويس وتدفع له فلوس كويسا فأنت اللي بيخلف قليل ده هو اللي بيتحمى العب اللي بيخلف كتير التاني ده عاوز دعمه وعاوز تموينه وعاوز غيره مش بعيره ونقول لك أسو بيعيرونا لا مش بعيرك بس ما ينفعش أنت أنا كطب رجل ما أعلمه لدي في مدارس خاصة أو غيره ومع ذلك شيء الهم لأنه لازم التلاميذ والطلبة كلهم يبقوا متعلمين بدرجة محترمة لتفاهموا مع بعض وده جزء الانتماء والكتس المهم الحقيقة هي كانت رسائل كتير مبارح تبعناها من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبننتظر جهد أكتر في قضية التعليم وتكاتف بين كل الجهات زي ما حك أكد خلال اللقاء بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع شكرا على شريفة لنا